دعاؤه عليه السلام في الرهبة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقد تقدم مني ما قد علمت وما أنت أعلم به مني فيا سوءة مما أحصاه علي كتابك فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربي لكرت أنا أحق بالهرب وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها وكفى بك جازيا وكفى بك حسيبا اللهم إنك طالبي إن أنا هرابت ومدركي إن أنا فررت فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل راغي إن تعذبني فإني لذلك أهل وهو يا ربي ملك عادل وإن تعف عني فقدي من شملني عفوك وألبستني عافيتك فأسألك اللهم بالمخزون من أسمائك وذما وارته الحجب من بهائك إلا رحمت هذه النفس الجزوع وهذه الرمة الهلوع التي لا تستطيع حر الشمس فكيف تستطيع حر نارك والتي لا تستطيع صوت رعدك فكيف تستطيع صوت غضبك فارحمني اللهم فإني مرء حقير وخطري يسير وليس عذابي وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرا ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه وأحببت أن يكون ذلك لك ولكن سلطانك اللهم أعظام وملكك أدواب من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تلقص منه معصية المذنبين فارحمني يا أرحم الراحمين وتجاوز عني يا ذا الجلال والإكرام وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر